المخرج سيف سباعي قال أنك استطعت عبر قيد مجهول دقت ناقوس الخطر لباقي المخرجين ورفع سقف المنافسة تعليقك مين بنافسك اليوم؟ ما شوفت ما أحب لهذه الكلمة هاي النقطة الرئيسية هو قال أنك حفزت العالم لحتى يرفعه أكيد هو مشكور وأنا اتصلت فيه طبعا بعض اللقاء تابعه وابعما اسمعت اللقاء تابعه وحكينا وتشكرته بشكل شخصي يعني اللي بدي يقوله أنه للأمانة سيف سباعي هو حقيقي هالقد ليقوله ما عرفت شو قصدي هو حدا أبيض هالقد لتطلع منه إذا بدك الكلمة عرفت شو قصدي بتشكره كتير طبعا وبالآخر نحنا كلنا عم نلعب ضمن مساحة كل حدا فينا ممكن يقدم وجهة نظره وطريقة تقديمه إن شاء الله هيك قادر ضل عم قدم شغلات وشوف شغلات كمان بنفس الوقت تخليني دائما في هيك نوع من نسميه تيزينج يعني هيك حرار نكون هيك عم نشتغل مع بي البعض بطريقة إيجابية وجود دليوم شخصيات شابة أو مخرجين الشباب إن كان جود وإن كان سيف ولا حضرتك ولا محمد عبدالعزيز دي عم نحاول نبتعد عن شيخ الكار أو عن المخرج الكبير عم حاول تقدمه شي جديد هذه صعب اليوم تثبتو خالكن بهل بهل صعب طبعا صعب شوف صعب بس بدي إليك شغلة أنا ماني مع الألقاب وماني مع المسميات وماني مع يعني كل هدول الألقاب والأسماء ومع مقول عن الأشخاص أنا بحكي عن فكرة اللقب أنا من الألقاب بالنسبة إلي أعتقد أنه هي جزء من المطب يلي بيوقع في أي حدا لما يبلش اللقب تبعه يصير أكبر منه بتوقع بهذا الشي بيوقع وهذا الشي بيخليه ما قدر يمشي لقدام اليوم أنت ريدلي سكوت بتسميه بتفتل وبترجع اسمه ريدلي سكوت عرفت شو يا أصدي يعني ما اسمه يعني سقفة بيقول له سير ريدلي سكوت لأنه أخذ لقب السير من الملكة بس ما في شي تاني يعني ما في نحنا عنا بنحب نفخفخ الأسماء يعني فجأة بصير نجم المترجم. إيه لا أنا معني معه كلها أساسا تماما. ترجم لعدة لغات إن كان إنجليزي إسباني ألماني حيكون العمل على على منصات أو على تلفزيونات الجديدة على تلفزيونات بشكل متاح للكلي يعني. إن شاء الله قريبا لحيكون على منصة بجوز مختلفة أخرى. ممكن يتعرض للرقابة أو القص. ما ما أعتقد لأنه لا 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 لأنه شوف هو راح من عندي لأوسن يعني هو طلع من طلع من المونتاج من غرفة المونتاج لأوسن دايريكت متل ما هو المسلسل. نعم. غيرت الصورة النمطية للإعلانات. قدمت مفهوم جديد لصناعة الإعلان. كنا نشوف إعلان واستسهال بالإعلانات السورية إذا بدنا نحكي. شفنا إعلان سابق لإلك كان فيه عبد المرم عمايري. فايز قزق ومصطفى المصطفى برؤية أخراجية جديدة. تم التصوير بعيات الطبيب نفسي عن لك. هيك الفكرة. عن بطاطا شيبس يعني هي قصة. البعض أعتبره إنه تشويه للطب النفسي. عم أتصورك. هلأ أكيد ما صورت بالنسبة. لا أكيد. تعليقك على هذا النقد. شف إذا هيك ما فينا نعمل ولا شي. يعني إذا هيك الدراما بتقعد عجنب وبتقعد بتستنى كل حدا لي حتى يعطيه برميشن لحتى يشتغل عنا. عرفت شو قصدي. اليوم مهمة الشغل تبعنا نفوت لكل المهان ونقدمها بشكل مختلف. خليني إلك ياها ببساطة بصراحة لكون كتير حي معك. هذا النقد لما سمعته قلت لا أنا معناتها إذا رحت عملتها والله للفكرة مثلا على سبيل المثال بمكان مختلف بشكل مختلف مع مع وظيفة مختلفة أنا اللي حكون هنت وظيفة أخرى. لا هي القصة مو هيك. هي الحكاية تكمن ضمن هذا الكاركتر هذا الشخص. معناتها إذا هيك كل لوحات بقعد ضوء يلي طلعت جردت فيها عم تهين كل العالم والمهن. لا مو هيك القصة. اليوم طالع هاي الآلية بالتفكير أنا ماني معها أساسا للمهني وأنا ما بوقف عندها لأنه هاي الآلية بالذات هي بتأدي إنه نحن ما نعمل شيء. إذا أنا بدي ادايا أو ازعل أو بزعل على على شيء إذا كان منيح أو لا إذا عم بحكي كشكل كتقديم كحالة كفكرة إلى آخره بناقشك قد ما بدك. نعم. بس اليوم تقل يعني أصلي إذا تناقشني إذا الفكرة منيحة أو لا أو إذا كان فيه ممكن شيء يكون أحسن أو كذا ما عندي مشكلة أبدا أكيد نحكي بهاي الموضوع. ولكن إنك تجيت تحدد التجربة بهذه الطريقة ما يعني ما في شيء قدر. البعض اعتبر رئيساء لتاريخ أساد ذكبار. بهذه الطريقة اللي تقدموا فيها فيها نوع من قصص حك. اعتبروا أنه يعني لا تليق. مفهوم يعني لا يعني. هني تقبلوا هني راضيين على عمل. بالنسبة إلي صدقني أنا وبالنسبة لصنع التجربة كنا كتير مستمتعين. مصدقني أنا أنا بشوف يعني أنا بالنسبة إلي مصر اليوم كرفرنس للشغل بمعنى شوين عم يفكروا. اليوم إنت لما تشوف يسرى عم تعمل إعلان للسيراميك يعني عم تهين حالة. ولا لما تشوف السن الماضي طلعت هيا فكرهي. لما تشوف ماجل كدواني اللي هو يعتبر بالنسبة إلي من أحلى ممثلين اللي عم يشتغلوا دراما حتى مو بس كوميدي. عم يشتغل إعلان بازس خالص بيطلع بيرقص هو وروبي والسن اللي بعدها بيطلع لك. لا اليوم الإعلان هيك شكله. أنت اليوم ما فيك تجي تقول أنا معاجبني أنا هيك بديها. لا أنت معاجبك ما تشوفه. أو بس يطلع قلوب عنه. ليه ما طلبوك السنة اللي حتى عمل لون نفس الإعلان. ما كنت فاضي هي السنة. كان مع محمل عبد العزيز. ايه وهو كان عندهم مشروع أنا وأنا بصراحة كنت يعني طول. يعني أنا حتى علان حسيب ساويته قبل ما ساوي قيد مجهول. طبع دارنيتو أو طبع المنتج يلي هو من جامعة مروا دعاية. طبع طبع. تعرض للانتقادات كتير السنة كانت أمل عرفي وكان في بعض الممثلين. شفت الإعلان. عجبك. شوف مو قصة عجبني أو ما عجبني. يعني شوف بالآخر. كنت اشتغلته طريقة أحلى. ما فيني أقول هيك. لا 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 ما فيني أقول هيك أبدا. بس شوف يعني بشكل من الأشكال إلي رؤيتي وأستاذ محمد إلو رؤيته. شوف ما فيك تجي اليوم برجع باللاك ياها. كل حدا فينا إلو تجربته إلو رؤيته إلو طريق التقديم. كنت مع الانتقادات اللي طالتو. ما أنا مع فكرة انتقادات الناس بالآخر يعني بدأ تحكي رأيها يعني بالآخر. وإنت ما فيك تمنع الناس أن تحكي رأيها. بشكل من الأشكال بجوز كان في شي إلو علاقة بلو بده وقت أكتر لو بده معدات أكتر لو بده الشغل أكتر. بس ولكن هي تجربة أوكي. ما بتلغي مين محمد عبد العزيز. ما فيك تجي بسبب تجربة إعلانية بجوز سواها لأسباب أنا ما بعرفها. عرفت شو قصدي. بجوز حب هو يجرب يعني بمكان ما. حبيت؟ ما بحق إلا نجي نوقف نقول له لا لا تجرب. لا يجرب وبالآخر ناسي يعني. سعب يجرب بأسماء كبيرة يعني. مفهوم يعني ليك ما بعرف. شوف أنا بالنسبة إلي بحكيك على الصعيد الشخصي. أنا بحب ساوي التجربة بشكل يعني هيك معين. تتعلم. تماما عرفت. قدرت تقنع الفناني صباح الجزائري بأداء كمان منتج أو إعلان لأهوي. بيحكي عن فكرته عن حلمة بدخول العالم السينما والتمثيل. نال أعجابة وهي كمان صرحت وقالت إنه أعجابة. أحدث نقلة نوعية بهذا. هل خفت الفشل مع قسم كبير مثل صباح؟ ست صباح أكيد لا يعني. حقيت اللي وحكيتها وافقت على الفكرة. نحن خطينا الفكرة. وحكينا أنه ست صباح لازم تكون هي يعني متل ما بيسموها لهذا الأعلان. ورحنا بعد ما اتفقت أنا والشركة حكيت معها. قلت لأ أنا هيك 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 مفكر وهيك لحيكون وكذا. وأنا أساسا أنا مريض شوي زيادة فأنا راسم كل الحكاية. وأنا عرفان شكلها وعرفان ضوة ولونها وإلى آخره وكذا. وجايب لياها أنه تفضلي هيك هيك لحن ساوي. نعم. شافتها حكينا شوي قاتلي حلو يعني نايس. كانت هي شوي وبفهمها كتير مترددة وخايفة شوي. قلت لها وسقي فيني سلميني حالك بس بهذا الأعلان. وخلينا نشوف لما ممكن نروح. الحمدلله يعني نتيجة العالم حبوها والعالم تقبلوها. وللأمانة بقلك يا هشوف. وقلت لها الأستاذ ألان أستاذ أيمن زيدان. كان قبله كمان الفنان أيمن زيدان. سنتين كان قصدية حالة إعادة شكل الإعلان. نعم. والحالة لأنه اليوم أنت عم تعمل ثيم للشركة. هذا اللي بجوز البعض ما وصلون لأنه بيعتقدون أنه بس يلا تعناموا الإعلان. لأ أنت اليوم في منهجية معينة بلتفكر فيها لصناعة الإعلان. جزء من منهجية هي فكرة كيف لتقدم شكل الشركة ضمن أي إطار. خاصة أنه أنا بعتقد أنه نوعا ما صرت مسؤول بشكل من الأشكال عن الإعلانات اللي صدرت من حسيم. كان فيه منتج للمشروب غازي قبل كمان عمال. سيناكو. إيه اللي وعلاق بي. عم نعمل دعيالك يوم. مرحلة من السبعينات. كمان حد الجو تبعهم. بحبه كتير لهذا. بحبه كتير لهذا. نجح كمان هذا. بحبه أحزرش وبحبه شايفه والله العظيم لو ضل عندي بالبيت. لو ما نعرض بحبه. لأنه كان فيه مستوى من اللعب مو طبيعي بصراحة. وكان فيه يعني فكرة السبعينات وأعتقد هيك شكل السبعينات. شوك و ترتيبك ممكن. بعتقد إذا يعني إن شاء الله فيه شي هيك عم ينحاك بهذا الاتجاه. بعتقد أنه منقدر نعمل فيه شي حلو. مكمل فيه شيء إعلان هلأ حيطلعه جديد؟ جديد لا بس لرمضان الجاية. لرمضان ستا. تماما. قديت شخصية بيار الضابط بمسلسل بأرشرا مية شوارع الشرام العتيق. كمان تردخ لتعليمات كتير المخرج. ولا متكون آسي كمان بنفس الطريقة حضرتك؟ لا أكيد بقتلك بالنهاية أنا بروح بنفذ وجهة نظر المخرج بأي عمل أنا بدي ساوي. هلأ بيتوقف أنت إذا بعد ما خلصت التجربة كيف حاكمتها كيف شفتها كيف شفت حالك فيها. هذا كله بوضع آخر وشأن آخر.